أهلا وسهلا فيكم بلقاءة جديدة بيجمعنا مع اقتصاصية التغذي كريستال بيدروسيان رح نحكي عن موضوع الشوكولات قدي أوقات بيعمل عقدي لأكتار من الناس قدي بيحسوا حالهم إذا عم بيعملوا دايتوا محرومين من الشوكولات يعني بعضون عن حبيبهم ما عنده مشكلة بسمة بعضون عن لوح الشوكولات رح نعرف أكتر تفاصيل علاقتنا وهالغرام نحن والشوكولات وقدي بيساعد قدي بيأسر قدي إليه إيجابيات قدي إليه سلبيت وكيف فينا يعني نمتنع أو بالأحرى كيف فينا ناخد هاي كميات لتكمل حاجاتنا من السكر اللي نحن بحاجة لقله تابعونا بهاللقاء بونجور كريستال هاي كيفك أنك تبعدي عن حبيبك ولا تمتنع عن الشوكولات أي أصعب عليك لا أكيد الحبيب بالنسبة لقليه والشوكولات أقول أنت يعني شوكولات ما فيك ما فيك تخرق الأوانين لأن يعني مجبورة تكون قدام زوارك وزبائنك والمشاهدين كمان ملتزمة صح من نتعلم شوي شوي كيف نتحكم بحبنا للشوكولات وحبنا للسكر وهذا هو أهم شي نعمله نساعد الأشخاص كيف يكسروا هيدا الكريفنج لعندهم هيدا الشهية الكتير كبيرة على الشوكولات والسكر ككل كيف يتحكموا بهالشغلة وتصير طبيعية عندهم طيب كريستال ما ردة شو يعني نادرا ما تلاقي أشخاص ما بيحبوا الشوكولات من ظهرتنا يعني منخلق أنه منبلش حتى الأشياء اليوم المكملة مع الحليب تغرم نروح على الشوكولات ساحة المشكلة منقول أنه بركة نحن عم نعود لولاد أنه يأكلوا شوكولات منهن وصغار وبركة حق علينا بركة لو من الأول قلناهن ما في شوكولات وما فرجينهن شي فيه سكر بركة ما بيطلع الواحد هلقد بيحب السكر ولكن بنا نعرف أنه الحليب هو أول طعام بيخده الولد والحليب هو معمول من اللاكتوز لهو النوع من السكر مثل فيه سكر بالفويكة من ساميه فريكتوز بالحليب اسمه لكتوز مشن هيكي بنا نقول أنه هيدا التعامة كتير طبيعية عند الإنسان أول شغلة بيحبها هو الطعم السكر وعندك كمانة المالح يعني كتير قليل تتعلم ولد يحب الحلو أو المالح نينيتهم عندهم طبيعيين ولكن أكتر لما نروح عن طعمات الحامض والأسيد هون صعبه وبتبلش تتعلم الولد يحب مشن هيكي بنا نقول أنه هيدا رغبة أو الطعمة من حبة من نحن وصغار ومشن هيكي نحن بركة ما بنعود نعرف كيف نتحكم فيها مع الوقت على كل حال يمكن هي أوقات كمان أساليب التربية بتلعب دورها لأن هالقد بيعرف الولد عنده نقطة ضعف على الشوكولات إذا بدنا نعمل له بونس أو بونبين بنقله فيه شوكولات بالدقى وكل شي خاصه بالشوكولات اليوم يعني لما منكبر وبيصير في عنا هيدا إذا بدك الشهية المفرطة على الشوكولات يعني بعرف أشخاص ما بيتناولوا واجبات بنهار بيعيشوا على الشوكولات وبيكتفوا وبيكونوا ممنونين ساحة المشكلة إنه هيدا إذا بدك الدارة الفارغة الممنعود نعرف نظهر منها هي لما منأكل اللوحة من الشوكولات أو حيالها شي فيه سكر منقول هال إنه أنا شو بحس لما بيكل شي فيه سكر المشكلة بالسكر بيغير هرمونات وبيخلي يفرز الجسم مواد مثل أندورفين ومثل السيروتونين اللي بيخلي الشخص يحس حاله مرتاح ومبسوط بالتالي لما يخلص هيدا الشوكولات وبيحس عنده أنيرجي بيرجع هيدا المفعول بيخف مع الوقت يعني بعد نص ساعة ساعة ما بنشوف غير هالمفعول خف بالتالي الشخص بده يرجع يطلب هيدا المفعول بده يرجع يطلب شوكولات للدرجة إنه بنا نسميها مش بس شوكور إنه كريفينغ شوكور أدكشن هو بيصير مثل نوع من الأدمان على السكر ما بنعود نعرف نظهر منه وللأسف مرات فينا ما نتناول أكل ونقضيها عم ناكل شوكولات وأساس فيه سكر خلال النهار كان بدي أسألك يعني هيدا الشي متعلق فقط بالشوكولات لأن يعني أوقات بيطلع على بالنا حلو نقدر نفوت بالحلويات العربية اللي فيها القطر والدسامي نحن عم نحكي عن السكر تحديدا الشوكولات لأن يمكن أسرع شيء واحد يتناول له شوكولات ويكره هو الشوكولات مثل ما قلت إنه سريع وبرك كل الأشخاص بيفكروا فيه ولكن لأ الادكشن هي لكل السكر يعني السكر إذا بدك حتى من الفواكة يعني في أشخاص بيرك بيتناولوا ست سبع أنواع من حصص الفواكة بنهار أو بينزلوا بكيلو من التفاح يعني هون كل أنواع السكر كل أنواع الحلويات كل التاست اللي هو منسميه شوكور نعم كله عنده ذات المفعول بالجسمنا طيب إذا بدك كترته أو أثار أو أرادات الفعل اللي ممكن ينتج عنا هالدمان إذا بدك على السكيكر وتحديدا يعني الشوكولات الآن الشوكولات فيه كافيين كمان يمكن بسمع أشخاص بيقولوا إذا ما أكلت له الشوكولات بيجعني راسي كيف الناس اللي ما بتشرب قهوة الصباح بيضل كل النهار راسي عم بيجعها سحل أكيد الشوكولات فيه كافيين ولكن بكمية كتير أقل من القهوة خاصة عم نحكي عن الشوكولات اللي هو بيكون المر أكيد النوع اللي نحنا من نقيه كتير مهم فأفضل نروح صوب الدارك شوكولات لأنه عادة قليلتي يزيدوله كتير من السكر يعني هو الردي حلو وزيادة بيزيدوله سكر فهون قد ما فينا ننتبه على النوع وننتبه على الكمية خلال النهار وننتبه على المساوي اللي معقولة توصل اللي هي أكتر شي صراحة عم نحكي عن زيادة الوزن يعني مشكلة السكر هي زيادة الوزن ولو ما بنصيح ما كنا عم نحكي عنه هلأ كنا كله قد ما بتكون وما تعتلوهم بس هلأ نقطة الضعف تجاه الشوكولات يعني خاصة للأشخاص اللي بيتابعوا نظام رجيم معين بيروحوا على الدارك شوكولات اللي هو سبعين ميلي جرام وهيدا اللي بتصور يمكن بيكون مثل سناك تعطول الشخص اللي بده يضعف فبيقلك انه آه سبعين ما فيه شي ومسير نحنا هيك نتزاكى ونقرأ انه شو بيتضمن وقدان فيه سعرات حراري اللي ما هونالك بيصير بديل الواحد من اكل اتنين اه ما هي دايت ساح ساح لا اكيد مشكل شي اصلا دايت اللي حق ناكل منه قد ما بدنا مرات بيصير الواحدات الحرارية اكتر من انه لو اكلنا نوع من الشوكولات اللي منحبه ومنه دارك ومنه لايت اكيد بنا ننتبه على الكالوريز وننتبه كمانا انه حلو الواحد كمان يأكل شي بحبه مش انه مجبور وضروري بس يروح صوب الدارك يعني في عالم ما بحبه الدارك شوكولات خلاص رحت اذا بدك السناك لا فيه يأكل من النوع اللي بحبه ولكن بكمية صغيرة ولكن اهم شي نعرف نعمل ستاب ونعرف انه ما ضروري تصير هبت او روتين يعني فيه اشخاص بعد الغداء بده ان يأكلوا حبة شوكولات ساروا عمينا روتين او هبت اللي هي هو ما بحاجة لقلها لانه بركها اليوم ما تلعبينه ممكن يكون اخذ السكر يعني من اوقات النشويات ممكن من قلات اللي فيها طيب هون سؤال كريستال انه نعمل رجيم لنخفف الوزن نتيجة تناولنا للشوكولات او السكر اهيان من لما مناخد هالدهون المشبعة من اللحمات من الفاستفود ومن المشروبات الغازية من الالكول وغيره مهم هالسؤال انا بلاقي انه نجرب نعمل دايت من وراء تناول كمية كبيرة من السكر اصعب لانه فيها ادكشن يعني اذا واحد بيكل كتير لحمة وبيخدهون ما في نوع من اذا بدك الادكشن او الادمان فرح يكون اصعب لنا مع السكر انه نضاعف الشخص مجددا انه مرحب بضيفتنا كريستال بيدروسيان اختصاصية تغذية كريستال قبل الموجز كنا عم نحكي عن الشوكولات والسكر اللي منفوته على جسمنا من خلالها الادمان على الشوكولات وعلى الانواع اللي بترافق الشوكولات حتى اوقات من روح يعني على القاتو دايما بنختار شوكولات البوتيفور بيروح على الشوكولات يعني دايما بدي يكون في هالزابدك مغطس شوكولات بالحلو اللي منتناوله كنت عم بتقولي ردا على سؤال انه اصعب يعني نحرق يعني الفات الناتج عن تحول السكر لفات بجسمنا لما شخص بيقصد كريستال وهلا يمكن حدا من المشاهدين اذا بفتح مجال للتليفونات بيقلك انه انا بدي اضعب بس انا نوات قوليلي واقف شوكولات شو بتقوليله تعطي يعني هيك فترة زمنية بصير فيها تدرج ولا لأ بدك تنطنع تتعمل شوكولات جسمك حتى تتخلص من هيدا الادمان صح كتير مهم نسمع شو الشخص بده يعني اول شغلة انا بسأله كم كيلو انت بدك تنزل قبل ما انا قللك كم كيلو لازم تنزل لانه بالنهاية ما فيك تشبه شخص او حتى لو فسرت له قده هو مفروض ينزل اذا هو حاطت براسه شغلة يعني مفروض تاخد برأيه تشوف هو شو طلع باله فاكتير مهم نشوف اذا هو طلع باله شوكولات انا بقدر اكيد اعطيه دايت ولازم اعطيه دايت داخل له شوكولات يعني بنهي الشوكولات فيه كم كالوري بقدر شله من شغلة تانية واعطيه هيدا الشوكولات طالما هيدا النوع اذا بدك من السناك هو بحبه ورح يخليه يضاين بالدايت يعني مش مهم نروح ونخلي الشخص يضعف بس بالنهاية يرجع ينكب على الشوكولات من بعد ما يخلص الدايت بالعكس افضل نمشي معه كيف هو طلع باله ندخله شوية شوكولات وما يصير اذا بدك فيه حرمان ونرجع نروح دغري سوب الشوكولات لما يخلص الدايت ولكن هيدا الشيء ما بيثبت مع كل الاشخاص فيه اشخاص ضروري يوقفوا كمبليتلي ونهائيا يعني شوي بنا نقرنه بالدخان الدخان مرات منقول شو احسن نواقف دغري هل هيدا الشيء بيساعدنا ولا نروح تدريجيا لستويس فرجت انه واني ويجو كول تركي منسميها منواقف خلاص فوجيئيا هيدول الاشخاص بيضاينوا اكتر باذا بدك توقفهم عن الدخان زيت الشيء لكل شيء فيه شوكولات وحلويات هوني بنا نقول انه حسب الشخص اذا الشخص قادر يوقف نهائيا هيدا مش غلط بساعده انه يبلش مثل يراجليج ويوقف الشوكولات وبعدنا ساعتها بيصير يدخله تدريجيا لانه بنا نكسر هالديرة الفيغة يعني ما معقوله الشخص كتير كتير بيكوا شوكولات نبلش نقول له لا خفيف شوي يعني بيرجع بيزمد بيرجع رح يزيد يعني الشغلة مانه هنا قد ما منحكي على الارض الموضوع التطبيق بيختلف التطبيق او بده يكون مع الشخص تدريجيا او بده يكون فوجئيا وبيزبط مع كتير من الاشخاص ومنصير نرجع ندخلهم تدريجيا يعني اذا بدنا نلتزم مية بالمية بدنا نعزل حالنا على قليل فترة شهر ما نلتقى بحدا ونلبي اي دعاوات او نظهر برات البيت لان فيه مغريات كتير وبدو واحد يكون عنده ارادة قوية انه لا خلاص انا عامل كنترول كنترول طيب كريستال كيف بتفسري اشخاص يمكن اذا بتقولي لابدك تضع في 5 كيلو شو هنه انجأ كيلو مش قادرة تشيل او يمكن ما عنده القدرة او يمكن حتى جسمه مش هلقد بيتفاعل بالوقت اللي اشخاص قادرة تنزل اكتر وزن وبفترة يمكن زمني اقل ساح كتير صعب لما شخص مثلا نعمله التس ويشوف مثلا انه عنده 20 كيلو من الدهون بينما كل البي رأيه انه هن عشرة كتير مهم انه نازله اول شي على قد ما هو بده وبعدين لما يوصل عائد الوزن نقول له هلأ شو رأيك نرجع من كامل المشوار اكيد لما يكون في 20 كيلو بالنسبة للشخص بيلاقيهم كتير كبار ما لازم يعمل فوكس على العشرين بلان نمشي بالتدرج لانه يوم عن يوم كل جمعتين اذا نزل كيلوين ورا كيلوين ورا 3 كيلو بيصير شوي شوي عم يوصل للتارجت تبعه مش كل الاجساء مثل بعض مثل ما عم تقول في واحد يكون عنده 20 كيلو رح يكونوا كتير سعبين غيره رح يكونوا كتير اهيان ما نقارن مع بعض ولا نتطلع ببعض بس نتطلع على جسمنا نمشي على شو نحن نتطلع عبالنا وشوي شوي منوصل للتارجت تبعنا كريستال يعني هيك في شغلة هلأ سائدة يمكن انتو كاختصاصية تغزية بتشوفوا انه المأيس يعني نسبة للطول الوزن مع عضل 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 ماء وكل هذه التفاصيل بتعطونا الوزن الإديال لألنا بس اوقات يمكن بيطلب 25 كيلو نحن من 5 كيلو منلاحظ الفرق منصير راضيين يعني منكتفي وهون يعني بيلعب دور الاستمرار صح هو الاهم مش الوزن قدما الاهم هو كمية الدهون اللي زي منشي اللي هنحن مكتسينه اكتر من ما لازم يعني لما بيجي الشخص ما منقوله وزنك الإديال هالآدم انه رقم واحد ولكن هي معرج يتراوح الوزن المثالي من إيكس لإجراج ولكن اللي بيفرق هو الدهون كم كيلو من الدهون عم بيحمل هيدا الشخص اكتر من ما لازم وهيدا اكيد بيبين من خلال التاست او الميزان الشخص لما ينزل دهون هو الشخص اللي بيبين بيغري عليه على تياب وبيبين انه السعز تغير هيدا هو المهم مش المهم الرقم على الميزان ولكن المهم الفات لانه فيه ينزل بس خمس كيلو يصل للهدف طبعه كشكل مش كوازن وكمان يعني اهم شي هيدا انا اللي بشوف ومعرف انت اخبر انه ابدأ شغلة من عملية انقاص الوزن هي نحمي سلامة القلب وسلامة الشرعيين وسلامة كل اعضاء الجسم من كل يعني انعكسات الشحوم والدهون بجسمنا لان عم نسمع كتير قصص بتخوف كريستيل كلمة اخيرة لكل اشخاص اللي بيحبوا الشوكولات وعبيدون يضعفوا اهباشي كرميل نكسر شوي الشوكور كريفينج نشرب ما يمنح لانه مرات مش بس طلع بالنا حلو مرات منكون بس عدشانين بركب الماء يروح رغبتنا بالشوكولات ننوع مش ناكل شوكولات لحاله نكله مع البروتيين والدهون لانه وتيكونوا ميكست هيدا الكريفينج تبعنا بيكون عم بخف نعدد الوجبات خلال النهار ما نجوح حالنا كتير لانه الشيء انه راح نجوع ما راح نفكر غير بالحلو مش راح نفكر الا بالشوكولات شكرا لك كريستال بيدروسيان اهلا وسهلا فيك اتمنى لك ويك انت حلو شكرا لك ما راح نفكر